كذلك زينة للمسرفين ما كانوا يعملون اخواني في حالة جدا خطرة التزيين يعني واحد يفكر كل شي اللي دا يسوي زين شوفون بعض الناس يقول انا واثق من نفسي ما اخاف من شي واثق كل اموري عدلة كل فكري كل رؤياي صحيحة هذه حالة من الكبرياء من يقول انت صحيحة من يقول كل امورك صحيحة هذه الحالة حالة التزيين مرة هو يزين لنفسه هذه خطرة جدا تراها مرة الشيطان ايضا يؤيد يزين له عمله يقول انت خوش انسان انت عملك وايزيا هذا التزيين ديروا بالكم يعني احنا لازم ندير بالنا كلنا انه لا يكون في المرة نكون هالشكل نفكر اننا على حق والحال اننا على باطل اعمالنا صحيحة من يقول صحيحة الحال حالة 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 يتدرج في المدارج العالية يمتحن نفسه انه انا في الفيزياء انجح او ما انجح في الامتحانات انجح او ما انجح بكالوريا عندي امتحانات بكالوريا انجح او لا اما يقول لا انا كل شي اعرف وما يقرأ هذا يرسب يسقط في الامتحان الانسان يجب انه لا يزين لنفسه عمله والحل طرحه على القرآن على الحديث على الوعظ حتى يشوف صحيح عمل اولاد كذلك زينه للمسرفين ليش مسرفين؟ لان المسرف ذلك الذي يصرف في الذنب نستجيره بالله نستجيره بالله الحمد لله احنا مو الشكل الحمد لله يعني عندنا نذنوب بس نتوب نستغفر نجي للمساجد نجي للحسينيات نقرأ قرآن نروح الى الزيارة شوية التطهير يصير عندنا والحمد لله اما بعض الناس لا تتراكم الذنوب الى ان بعد يصير اسراف الذنوب اسراف يعني كثرة من الذنوب هذا بعد ما يهتديه يعني يصير قلبه يصير ملوث بعد ما يقبل الموعظة كذلك زينه للمسرفين ما كانوا يعملون عمله عنده جيد اشتركوا في القناة